في السنوات الأخيرة شفنا عدد غير قليل من ميكانات اللعبة اللي صراحة ثلاث عقومة مثل ما تعرفون ميزات هي للعاب الأشياء اللي تقوم بيها طريقة اللعب شفناه انه هي فريدة وماكو شي قبلها هسا عدنا عشر أمثلة رائعة رح نخيلكم بها بهذا الفيديو وخلونا نبدو بيهم نبدو لكم اللعبة رقم عشر خلونا نسالف على المفهوم الكامل عماسه حيث الوقت يتحرك فقط عندما يتحرك أنت سوبر هات لعبة تصويب منظور شخص أول كذلك اللعبة جدا جميلة في البيار مثل ما قلنا المحرك الرئيسي للعبة هو الوقت حيث الوقت يتحرك فقط عندما يتحرك أنت في الواقع الوقت يتحرك ببطئ شديد عندما توقف اللي يسوي هذا انه انت تقدر يتحكم بكل شيء مش هاد الحركة المستوعات من جون ويك لا اكيد معه بدو الفعل البشرية المنتظمة يشبي الأمر نوعا ما اصدار الفيلم المعروف الذي تتناول به مجموعة من البوز حتى توصل للنسبة المقوية الكاملة من عقلك لأن اللعبة تتمتع بقدر كبير المرونة في كيفية تحركك وتفعلك معنا من اللعبة أي بما معناه تتحرك عندما يتحرك أنت مرة تنشوفها انه يصير غريبة مثلا لعبة الشيطانج ولازم تكون سريع تلكم شخص تتفادر رصاصة اليسار وتمسك الزجاج وترميها على رأس رجل آخر كل هذا تسوي باللحظات اللي يتوقف بها عن الحركة حتى يتوقف الوقت باوا حواليك تكتشف خطوتك التالية اللعبة تبدو رائع بشكل لا يصدق عندما يتوقف الوقت يعني تقريبا هذا يجعل اللعبة تشعرك أن أنت بداخل فيديو أو محرك ترجع بالفيديو وتقدمك كذلك قص الفيديو والتعديل عليه الميكانيكية هاي شفناها بلعبة وحدة هي لعبة ريترو اندي اللي هي فورت برسن شوتر لكن بخلاف هذا ما شفنا أي شيء باللعاب الموجودة حاليا صراح الأمر يستحق التجربة من هاي اللعبة يتلعبها واحدة ويانا بالمرتبة التاسع رح ننتقل إلى لعبة واضحة لكن جيدة جدا اللي هي لعبة قاد اف وار الشون تشعر وبالتحديد الشون رح تعود اي نعم احنا نحكي على الاكس الفيس الموجود في لعبة قاد اف وار مثل ما تعرفون تقدر انت ترمي الفيس باستخدام زر الزناب اللي هو العرتوف ثم تضغط على المثلث حتى يرجع اليك الفيس هذا اللي شوفوني بالعرض التقديمي اللي شفنا بداخل اللعبة هي المؤثرات الصوتية المثالية اشلان الفيس يروح بالهواء ونو بيلتقطك ريتوس وبساطة يا اخي خليك تحس نفسك انت قوي العديد من العاب لها طريقة لعب لحظات حي ترمي الأشياء وترجع لك مثل هذا اللي هي لجند اوف زيلدي و بيمرانج لكن يا اخي مو موساتسفينغ مثل اللعبة قاد اف وار ليش لانت رح تضغط على زر المثالات حتى يرجع الفيس لان اذا رجعت تلقائيا مرح تكون مرضية صراحة وهذه شي خليك تتيح انه تتشعر بقوة سحرية واكيد اكو هواي ناس تجربوا هاي الطريقة انه يرمي الفيس وانه بتستدار وتمشي يعني تخلي الفيس يكون وراك والضغط على زر المثالة ويجيك الفيس طير احلى شي بيه هذا هو التأخير من تسمع الفيس بطريقة جايتك وتحطم الاشياء لتضربها حتى فجأة تظهر على ايدك هذا مثل شعور ثور مع ميولنر تقريبا يعني هو ما يتقدم العمر هي هاي الميكانيكية لازم يتجربها حتى تحس بها بسيطة لكن شعور جدا جميل بعد ذلك بما تبثاني لازم نطب بعض الحب والاحترام من نظام النمسيس اللي هو نظام الاعداء اللعبة هذة من اقنى من العاب الموجودة بالقامة من ناحية الفنية لكن اعتقد ان هي تستحق بعض الحب نظام النمسيس نشا في ظل لعبة ميدل ايرث شادو اف وال ولعبة ميدل ايرث شادو اف موندو عداء اللعب راح يتفاعلون بشكل اساسوياء يطورون وكذلك اسموهم اكثر شهر مرور الوقت في مثال على ذلك لقيت عدو رئيسي قطاع الذراعة يقدر يرجع باللعب وذراعة مفقودة مثل الذراعة مثلا خطاب او اي شي اخر وطبعا اكيد يكون مستوى عليه ومن الممكن ان يكون عنده مقاومة وما يصدق حتى يهجم عليه كذلك اذا حرقت عدو تعتقد انه مات لكن المتسب قتال رئيس اخر ووصلت للنهاية وريدت تكتل هذا الرئيس يظهر العدو المحترق السابق كذلك عنده مقاومة للنار وكذلك عنده علامات الحروق الصراحة رائعة تقريبا مثل لعبة المصارعة ومواجهة المصارعة المفاجئة يعني جايت عالكون الاثنين ويجيهم واحد ثلاثين دخل مفاجئة وطرح اتوقع انه المطورين راح ينسخون هذي شيء اللي هو نظام النميسيس لانه هو يصنع متعة لنهاية ومواجهة اعداء لا نهاية لها لكن بالحقيقة مجرد هاتين اللعبتين او هاتين الجزئين فقط هو بها نظام النميسيسس من المحتمال اللعبت والدر مومن ستكون على نفس هذا الطور لكن ما على الاسب ما ش فينا ناشور رئيسى على نظام النميسيس بعد ذلك ومرتبة السابعة خلونا نسولف شوى حكمه عن خزانة الافكار من ديسكو liber طبعا اللعبة اول ما لعبتها طبعا أتعود عليها شوي شوي هذه اللعبة أكثر إثارة للعقل بالمستوى المفاهيم من المستوى المريك يعني تبطيك الأفكار أكثر ما مهتمة بالضبط اللعبة هي RPG سردية تعمل هذه اللعبة أن تتحدث للناس يقوم بالاختيارات التحدث مع الناس يولد أفكار الأفكار تكون مبتذلة مملة غير مجدية أو أكون بها عميقة مفيدة فعلية عن طريق هذه الأفكار تجهزهم خزارة الأفكار الخاصة بي اللي هي أساس اللعبة يعني نقدر نقول أن شخصيتك تفكر بنشاط في هذه الأفكار تخليها بقمة اهتمامات لكن اعتمادها على الفكرة ستحصل على مكافآت أو عقوبات مختلفة لكن فقط بعد نستوعبها من خلال انتظار فترة من الوقت كذلك مع مكافآت الحالة الفعلية ليش لأن هي لعبة تقمص أدوار وثم قلنا RPG من خلالها تقدر تكون أنواع مختلفة مثل شرط الفن أي صرف فنان أداء أو شرط متشرد تكون شخص بلا مأوى حسنات الأفكار على رغم هي مربكة إلا أنها مفهومة جدا عالية فكرة جدا ذكية بشكل لا يصدق هي بالأساس مكان تجمع فيها أفكار اللعبة الأفكار يتحصل عليها أثناء التحدث مع الناس هذه طريقة جدا بارعة يسوها المطورين تضيح كيفية انتشار الأفكار واستيعافها بطريقة ممتع ومناسب اللعبة غريبة إلى حد ما بالمرتبة السازة دعونا نسولف عن القتال باستخدام السفر عبر الزمن شاهدنا هذا النوع من اللعاب مثل هذا النوع من الميكانيكية جدا مفهم صراحة يقول محتى التفكير بي لكن خلينا حاول الشرق هي بيها سفر عبر الزمن لكن أكون بيها موضوع معين بدل من الجرد عادة الوقت سيمكن أن تستطيع عمل ريسيت أي عادة الضبط لكن الطريقة ما تحافظ على جدول الزمن السابق يتم هذا الشيء بكوانتم ضير اللي هي لعبة إطلاق نار منظور شخص أول بثلاث جولة الجولة الأولى تلعب اللعبة بشكل طبيعي الجولة الثانية تلعب نسخة من نفسك كل اللي سويته بالجولة السابقة موجود لكن بالجولة الثانية تقدر حاول شي ثاني حتى تصدي أو تأثر على ما حدث بالجولة السابقة إنه بتعيد هذا الشيء بالجولة الثالثة يعني رح تحاولك اللعبة من اللعبة وحدة إلى ثلاث لعبات هذا الشيء يعتبر أمر غريب خاصة عندما تبدو تغيير الجدول الزمن وهنا خصمك ريح حاول إيقافك أو تغيير الأشياء الصالحة طبعا اللعبة ممكن تكون مربكة بشكل لا يصدق خاصة عندما تلعبها أول مرة مثل هاللعاب مثل الإعجاب لكن متخصصة تطلب مستوى تفكير يشبه التفكير الدماغ الكبير رباء لعبات اللي إحنا الفانين ما نوصل لتوقع لكن مع ذلك تعتبر ميكانيكية لعبة جدا جميلة بالمرتبة الخامسة دعونا نسولف على البات موبيل اللي هي عن لعبة باتمان أركم لاي طبعا البات موبيل هي مو جزء مفضل للجميع بداخل هذه اللعبة لأن يعتمد على هواي عناصر للدبابة لكن الشيء الميكانيكي الوحيد بيها هي أنه هي تحكم الفعل في البات موبيل يعني أكو هواي علعاب اللي تحلك أنه تنتصر بمركب تيك أو تصفر للخيو المونتك لكن ماكو شيء قريب يرضي مثل هذه اللعبة بات موبيل يتم شحنها من خارج الشاشة بالشارع إذا كانت واقفة باتمان رح يقفزت القائنة لأعلى والسيارة أما إذا كنت في الهوار هذا رح يؤدي إلى نوع من المشاهد يعني كأنما سينمائية حيث يغوص باتمان على الأرض وما يسعد لها سيارتي أكو بعض اللحظات الكبيرة باللعبة التي تضمنت البات موبيل حيث يمكنك مواجهة الكمان أو حلل الغاز من خلال تحكم عن بعد بالسيارة مثل أول ظهور حقيقي لأركام نايت بداية اللعبة باتمان يبدو أنه محاط لكن بإمكانك تستدعب باتموبيل وقضاء على كل العداء كذلك حال إذا الباتموبيل كانت مقرب الباتمان فإن باتمان سيقفزت القائنة للسيارة فعور جدا جميل من الباتموبيل من تحكم بيها هذا الشي يجمع بين التقنات المذهلة والميكانيكية الممتعة كل اللعاب موجود بها سيارة أو حصان مثل ما قلنا مثلا روج في لعبة The Witcher أو الحصان في الريد لكن ولا واحدة توصل لدبات موبيل ويانا بالمرتبة الرابعة دعونا نسوله عن ميكانيكية متعددة اللاعبين اللي تكونوا بطريقة غير مباشرة مثلا نشوف لعاب مثل جورني ونوير وبريفلي ديفولت وداكسولز أوتوماتر أكو أشياء واضحة مثل ملاحظات وبقعة الدم لكن بعض آليات اللاعب الجماعة غير مباشرة أكثر إثارة للعقل مثلا في داكسولز الجزء الأول حيث هدفك الرئيسي هو أنت تقرأ على أجراس منشوفها راح تعرف أنه هذه اللعبة هي مهمة لعب واحد فقط لكن مثيل اهتمام بهذه اللعبة أنه أنت تقدر تسمع صوت الجرس بلعبتك من لعبين آخرون يقرعون الجرس مالتهم تعتبر لعبة جورني واحد من أولى الألعاب التي تم استخدامها في ميكانيكية متعددة اللاعبين غير مباشرة وبطريقة مجردة وتجريبية أنت مرح تتواصل مع هؤلاء الأشخاص على رغم من وجود الضوضاء وهم الطبيعة ورائع وهذا خلينا نفكر بنهاية نير أوتوماتا هنا لازم نقوم بسبوع لألور لكن بنهاية اللعبة فإن تقاتل حرفيا تقاتل الاختيارات حتى تتوقف القصة من النهاية وهو أمر شبه مستحيل بعد ما تموت عدة مرات اللعبة تطيق خيار أنه تطلب المساعدة من تطلب المساعدة راح تتلقى رسال من اللاعبين آخرين مثل كلمات دعم كذلك بعض الصحة اللي يجعل القفاز النهاية أسهل تراح لها اللحظة قوية بمجتمع اللعبة وأذهل أفهاننا عندما اختبرناها الأول مرة وتقدر تكمل اللعبة وبوجود متعدلة اللاعبين لكن ترغي غير مباشرة بالمرتبة الثالث دعنا نسالف عن ميكانيكية جدا موضية اللي هي مركورو ثرست مركورو ثرست أعتبر بسيطة لكن جدا فعالة وبمكان ما أنت تصد هجمات العدو لازم تتوجه إليه باللحظة الأخيرة قبل لا يضرب ترى أنت شغلة عادية لكن بالمستقبل اللعبة ستكون جدا مهمة تستخدم مواجهة هجمات الدفع مثل الرماح أو السيوف القادم إليك مباشرة بدل ما أفعل بلوك لازم تتفادئ الأمام لتسغيل هذه الخاصية البداية سترى أنها لا تمشي عندك لأنك لا معتاد عليها بهذه الألعاب لكن بعدها سترى ميكانيكية جدا مهمة لأنك تتمتع بمستوى جدا عالي من الاستراتيجية والعدوانية في اللعبة لأنك لا تفكر فقط بالوقت لكن عليك رد التحركات بدل ما أفعل بلوك ستستخدم المركري ثرست حتى تعرضوا العدو للهجوم هذا الشيء يترك العدو مفتوح وتقدر تهجم عليه فطوة جدا صعبة ببداية ستكرهها احتمال لكن إذا تدربت عليها ستتقنها ويا لقم الثنين دعونا نسولف عن الميكانيكية السرية مثل هذا الشيء ترى بلعبة تونيك وووتر ويل تعتبر أحد البتكارات الحديثة التي رأناها تتباحها بعض اللعاب عن قصد تعتفض بعض آلياتها السر هذا الشيء في الواقع يعتبر شيء من المدرسة القديمة أكو حلول للغاز وإجزاء عن طريقة اللعب حتى شيء أساسي مثل عناصر التحكم يتم إخفاءها عن اللاعب عن قصد النقش المتوسط يعتبر مثال راع حيث يتم إخفاء العمق عن اللاعب اللي يبدي مثلا كنوع من اللعبة الورق الأساسية يصبح أكثر تعقيد حيث يدخلون مجموعة من القواعد والميكانيكية الجديدة وبطن لازم تجربها بنفسك حتى تشوف أحد الألعاب الرئيسية لتقدم هذه الفكرة هي التوني حيث لا يقيدون التقدم بالقدرات لكن بالمعرف اللي تعلمها من تحل بعض الغاز راح تتعلم معنا بعض الرموز اللي سابقا كانت غير مفهومة كذلك بالنسبة لعبة أوتر ويلز هي ميكانيكية الكام تعتبر مثل العقل لازم فقط تكتشف هذه الأشياء كل مرة طريقة اللعبة المطور يسوي هذا الشيء حتى تخلوك تحس أنه أنت عبقري أعتقد هو هذا السبب اللي خلي هيتش ألعاب تحظى بشعبية كبيرة ليش لأن ميكانيكية سرية بيها طريقة مثيرة يا أهتمام حتى تجبر اللاعبين على انخلاط باللابة يلاعبون ويحصون على مزيد من الرضايا لأنك تشميل أشياء بداخل اللعبة بالمرتبة الأخيرة سننهيها بشيء بسيط لكن جدا رائع نظام نقطة طريق الرياح التوجيهي من لعبة غوستو سوشيميا كل حين نعرف في موضوع الإلعاب نقاط تفتيش عبارة عن أشياء بس تقول لك أين تروح و أين تمشي لكن غوستو سوشيميا يتوصل إلى طريقة ذكية مجرد ضغطة واحدة على التشبات اللي هي لوحة اللمس راح تمكنك من توليد عاصفة من رياحة وجهك بلطف لحول نقطة التفتيش بدل من علامة متوهجة على شاشة شتة الانتباه على الجمال الطبيعي للعالم الرياح راح تكون فقط في الاتجاه اللي أنت تحتاج لتروح لك حال بسيط و أنيق جدا مثل و فعالي أكو بعض التخصصات إلهي اعتماد على تفضيلاتك و كذلك تأثيرات بيئة أخرى مثل الطيور اللي تقودك اللي نقاط الاهتمام والثعالب اللي تقدر تلاحقها حتى توصل إلى أضرحة أو تحصل على الأسم والصفراء الكاميرا بشكل عام اللعبة جدا راعة و ميكانيكية الرياح جدا جميلة هذا عشر ميكانيكية شفيتها جميلة للمجموعة من العاب اللي عدني أتمنى أعجبكم الفيديو لا تنسون الاشتراك والإعجاب بالقناة